السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنشرح الكمباوند ليبت والفيديو هيبقى قصير مش طويل علشان اولا انا عيين فادعولي ربنا يشفيني يا رب وثانيا والاهم بالنسبة لي ان انا مش عايز اكبر الحجم اللي انت هتخدوه online عشان الباقي ان شاء الله هناخده offline مع بعض يوم الاربع اذا عشت واذا معيتش اكتر من ما انا فيه دوقتي يا رب انا اكريمك يا رب طيب يالله نكتب يا دكتور ما هي الليبت قلنا يا دكتور هي مؤسسة الى ثلاث عائلات اساسية simple libit وعائلة تانية اسمها compound libit وعائلة تالتة اسمها driven libit وقلنا ايه الفرقات ما بينهم؟ الفرقات طفيفة جدا علشان دكتور simple libit يعني libit سادة واخدناها اللي هي neutral fat الواكسز واتفقناه عبارة عن جليسرول وفاتي اسد بس مفيش اي اضافات طيب الكمباوند libit لا هيبقى جليسرول وفاتي اسد ومع حاجة زي الفوسفيت انا اخدها النهاردة الفوسفوليبيد مش اخد اكتر من الفوسفوليبيد على فكرة كويس واما كربوهدريت جليكوليبيد ومن احد افراد جليكوليبيد كمان حاجة اسمى صالف وليبيد لان فيها صالف ايه كويس وهناخد الكلام ده كله طيب يلا drive libit هي نواتك تكسير simple libit طيب يا دكتور ينواتك تكسيرهم بس قالك لا يعني حاجات مرتبطة معها في الطبيعة من الشرط الحاجات المرتبطة معها في الطبيعة ديت تكون libit في حد ذاتها بس انا بعتبرها drive libit لانها معاها زي مين فيتامين اي فيتامين دي فيتامين اي فيتامين كي اتفقنا اتفقنا جدا يا دكتور اشرحي لو سمحت الكمباوند libit قالك بكل بساطة الكمباوند libit يلا اكتب كده كمباوند libit فقط كمباوند libit لبيت اتفقنا الله قالك يا دكتور الكمباوند libit تنقسم الى عيلتين كبار عائلة اسمها فوسفوليبت عائلة اسمها فوسفوليبت طب فوسفوليبت ليس منها فوسفوليبت لان فيه فوسفيت جروب واتفقنا ان هي مجموعة فوسفات وليس تزرت فوسفات طب والعائلة التانية اسمها جلايكوليبت اسمها ايه جلايكوليبت يعني ايها دكتور يعني فيها كربوهايدريت دي مش اخدها في فيديو النهاردة انا هاخد مين الفوسفوليبت طب الفوسفوليبت نفسها من قسم العائلتين عائلة الكحول بتاعها جليسرول تاني كده ايه ايه دي شبه يا دكتور السمب الليبت ايه عائلة الكحول بتاعها جليسرول فهسميها جليسرول فوسفوليبت طب وعائلة التانية قالك يا دكتور هسميها اسفينجو مايالين وبرضو الاسفينجو مايالين مش اخدها في فيديو النهاردة انا هاخد الجليسروفوسفوليبت لانها من الاهمية اللي تخليك مركز جدا الجليسروفوسفوليبت فوسفوليبت باكتب عليها جذاب لدرجة العزاب ليه بقى يا دكتور لانها مهمة جدا لا جدال ان hungry يلا بقى تذكر علله اللي هتاخدها معي. ما هي الجليسومفوسوليبد؟ باختصار هي من عائلة الكحول بتاعها الجليسرون. تاني كده هي من عائلة الكحول بتاعها جليسرون. يلا بقى تأكد على الله يا دكتور احنا رابطنا المقاعد طير بنا على على سلامة الله. خش بقى كده واشرح لنا ما هي الجليسومفوسوليبد. لان من اهم العناوين اللي هاشرحها. عشان كده اصاريت ان انا اعمله فيديو ها? علشان تتفرجوا عليه مرة اتنين وتلاتة وتشوف التلاتة شو دي مهمة جدا. كويس? يلا بقى نبدأ باول فرض. وانا بقول عليه الاب الروحي. الاب الروحي لعائلة الفوسفوليبد. اسمه ايه? فوسفاتيديك اسيد. اسمه ايه? فوسفاتيديك اسيد. طب يلا يا دكتور كمل. ما هو الفوسفاتيديك اسيد? قال لك يا دكتور فاكر الجليسرول. فاكر التاج. اه ده كان جليسرول. تلات كربونات. كويس. في الكربونات رقم واحد فاتي اسيد. في الكربونات رقم اثنين فاتي اسيد. في الكربونات رقم تلاتة فاتي اسيد. اسمع بقى نفس الفكرة. مش ده اسمه تراي. يعني تلاتة. يعني فاتي اسيد. جليسرول ايه. خش يا معلم. هتاخد نفس الكلام هنا. قال لك يا دكتور الفوسفاتيديك اسيد. عنده جليسرول. تمام. عنده في الكربونات رقم واحد ساتيوريتد فاتي اسيد. ركز انه هو Saturated طيب وفي الكربور رقم 2 Unsaturated يعني غير مشبه وفي الكربور رقم 3 يبقى يلا تاني كده مما يتكون الفوسفاتيديك أسد قال لك والله دكتور ده شبه التاج بس هو مش تاج ده داج يعني داي إيسايل جليسرول فوسفيت فصر للكلمة جليسرول أهو جليسرول داي إيسايل يعني عنده 2 فاتي أسد في الكربور رقم 1 Saturated في الكربور رقم 2 Unsaturated طيب وفي الكربور رقم 3 فوسفيت هل هو ده compound lipid أيها دكتور لأينا لو شلت الفوسفيت دي هيبقى simple lipid عبارة عن إستر طيب وزودنا الفوسفيت يبقى يا دكتور ده compound lipid فوسفو lipid جليسرول فوسفو lipid تحديدا كويس يلا بقى تاني يا دكتور مما يتكون الفوسفاتيديك أسد لو مش فهمتهاش يبقى الحصة كلها ملهاش لازمة الفوسفاتيديك أسد عبارة عن جليسرول يلا قول معي في الكربور رقم 1 Saturated Fatihacid فدعم الإستر Unsaturated Fatihacid في الكربور رقم 2 وفي الكربور رقم 3 مجموعة فوسفات انت فاكر اللي أنا قلت لك إن هو الأب الروحي هو الأب الروحي أصلا أي حاجة تمسك في الفوسفاتيديك هيديني فرض من أفراد الفوسفوليبد لقتني يا دكتور كده قال لك يا باشا إحنا قولنا إن إحنا هدفنا في سنة قولنا ندرس عائلات وأفراد ده الأب الروحي يعني إيه ضيف أي حاجة هنا كويس يضيف عفري تازرة كويس هيبقى إيه قال لك فرض من أفراد الفوسفوليبد فمسلا لو أضفت مادة اسمها كولين ثانية لما أغزي الشباب يلا تاني يا دكتور لو حطيت أي حاجة هنا هيديني فرض من عائلة الجليسور الفوسفوليبد أيها لو أنا حطيت هنا كولين قال لك يا دكتور هيطلع مركب جديد اسمه فوسفاتيديل كولين تاني كده قال لك يا دكتور هيطلع حاجة جديدة اسمها فوس فاتيديل كولين ده فرض من أفراد الفوسفوليبد أيها لي يا دكتور مش هو قولنا الفوسفاتيديك أسد أي حاجة هوصلها بالفوسفيد هتبقى عائلة جديدة أو فرض جديد وإحنا بلدت سأفراد طب يلا حطيت هنا سيرين هيبقى فوسفاتيديل سيرين ليه فوسفاتيديل عشان فوسفاتيديك أسد كويس يبقى فوسفاتيديل سيرين طب يلا هنحط هنا عفريت أزرق أيها يا دكتور هيبقى فوسفاتيديل عفريت أزرق كويس عايز تقولي يا دكتور عايز أقولك أن الفوسفاتيديك أسد هو الأصل هو الأصل بتاع كل الفوسفاليبيد لو أنت عرفت تركيبه هتعرف تركيب بقية الحاجات يلا هنا الكاربوريقام 1 ساتيوريت الكاربوريقام 2 انساتيوريت فاتي أسد الكاربوريقام 3 مجموعة فوسفاتيديك أسد اسمه فوسفاتيديك أسد طيب لو ضفنا له أي حاجة هيبقى فوسفاتيديك أسد ميسك مع إيه مع كولين ولو اسمي تالي موجود في الكتاب لازم تحفظه عشان بيجي في الامسك اسمه إيه اسمه إيه طب يا دكتور إيه فاتيديك فوسفاتيديك أسد قالك يا دكتور كلهم بيشاركوا في السلم كويس بيشاركوا في سنوعة السلم بس تحديدا تحديدا كويس بيشارك بريزنت في السلم بتاع الليفر واللونج والبريم بيشارك في السلم بتاع الليفر واللونج والبريم طب يلا يا دكتور خش على بعده فوسفاتيديك أسد يلا مكون من إيه فوسفاتيديك أسد زائد إيثانولامين طيب مين هو الإيثانولامين مين هو الكولين ما هذا سؤال نفسك تسأله يا دكتور دي هي مركبات هناخدها قدام بس مؤقتة فوسفاتيديك أسد وفوسفاتيديك أسد وفسفاديل إثالونالامين دي عبارة عن إيه زي ما أنا قلت لك كده قال لك يا دكتور عبارة عن أفراد بيتضافوا على الفوسفاديديك أسد فيديني فرد جديد من عائلة أيوة الله ينعو عليك عائلة الفوسفوليبد. يلا يا دكتور اسمه إيه سيفلن اسمه إيه سيفلن يبقى اللي فات ليسسن واللي جاي سيفلن اللي فات ليسسن واللي جاي سيفلن كمل يا دكتور قال لك بريزن في السلم مبرين وفي البلود أو بلازمة مبرين يعني يا دكتور غشاء الخلايا برضو نفس الكلام مفوش يلا بقى ناخد يلا اسمه ايه معي فوسفاديديك أسد وسرين يلا اقول اسمه. اه يا دكتور سهلة فوسفاتيديل سرين فوسفاديديك أسد زائد سرين فبقى اسمه فوسفاديديسي Vulód هناخد بقى واحد اسمه فوسفاديديل أونوسيتول فوسفاديدل إنوسيتول ده عبر عن ايه ايوة زي ما إنت قلت كده فوسفاديديك أسد وإنوسيتول لا يا دكتور استنى وقفنا ده أنت قلت اللي ده مهم جدا لو أنت مركز هتلجع شطر الكربوهايدريت في حتة اسمها شجر الكوحول أيوة هتفتكر ان انا وروح تشريح لك في الشجر الكوحول قلتلك رقم 3 إنوسيتول وكتبتلك مؤجل عشان هناخدها بعدين احنا بقى في البعدين تعال بقى نشرح لك الفصة دائل إنوسيتول اكتب عليه أهم واحد هتدرسه على الإطلاق اسمه ليبستول مع بعض طبعا أهم واحد هتدرسه على الإطلاق تعال بقى بص معايا شكل الفصة دائل إنوسيتول لأنه بص يعني أهميته فضيعة طب يلا دكتور مما يتكون فصة دائل إنوسيتول قال لك يا دكتور عبارة عن جليسرون في الكربون لقم 1 فاتي أسد في الكربون لقم 2 فاتي أسد هنا ساتيوريتد وانساتيوريتد في الكربون لقم 3 فوسفيت كده لحد وقته احنا فصفاتيديك أسد احنا كده ايه فصفاتيديك أسد لو انا حطط له إنوسيتول حطط له إنوسيتول إنوسيتول يا أولاد هكسة يعني إيه هكسة؟ يعني سداسي شكل سداسي كويس؟ قال لك يا دكتور شكل سداسي قال لك هيبقى اسمه إيه؟ قال لك هيبقى اسمه فوسفاتيدايل إنوسيتول لحد دلوقتي إحنا تمام يا دكتور ما تفجأناش بحاجة كمل وبعدين قال لك يا دكتور طب لو أنا ضفت له فوسفيتا هنا وهنا قال لك بقى اسمه فوسفاتيدايل إنوسيتول أربعة وخمسة لأن ديك كربول رقم أربعة وديك كربول رقم خمسة أربعة وخمسة باي فوسفيد يلا بقى تاني أو بيس فوسفيد يلا بقى تاني مما يتكون فوسفيد ضايل إنسطول أربعة وخمسة باي فوسفيد أو بمعنى أصح البي آي بي تول قال لك سهلة تول في الكربول رقم واحد فاتي أسل في الكربول رقم اثنين فاتي أسل في الكربول رقم ثلاثة فوسفيد ومسك معها إنسطول وفي الكربور رقم 4 و5 فوسفيد تاني قال لك شكل فوسفيد ضيئ الانسطول عبارة عن ارسمه معاه جليسرول معاه فتي أسد 1 فتي أسد 2 فتي أسد 3 لا يا دكتور ده في فوسفيد في 3 وماسك معاها انسطول والانسطول عنده في مكان رقم 4 ومكان رقم 5 فوسفيد يبقى احنا جد عندنا كم فوسفيد 1 2 3 عندنا كم فوسفيد ماسكة فرنجل انسطول 1 2 3 طب هل بقى البي اي بي 2 الفوسفيد اختصرها البابي اي بي 2 لو لازمة يا دكتور ده لأهم سؤال في اللي بد ايه وظيفة البي اي بي 2، هنخدها مع بعض ايه هي وظيفة البي اي بي 2 يلا بقى التاني يا دكتور الموفوسفاد الانستول كان عبارة عن فوسفيدك أسد اللي هو الريسرنان اللي هو عبارة عن فتي أسد رقم 2 وفوسفيد رقم 3 ومعها انوستول فنقول عليهم لايبوستول كويس لو اسمي تاني اسمه لايبوستول الفوسفاديديك اسد وجليسرول اسمي ايه برافو عليك فوسفاديديك اسد وجليسرول وهنا اسألك سؤال تاخد نص دقيقة تجاوب عليه قال لك يا دكتور الفوسفاتيدي الجليسرول عبارة عن كان جليسرول كان فاتي أسد كان فوسفيت يلا وقف الفيديو واعرف وقل لنفسك أجاوب بقى قال لك يا دكتور الجليسرول اتنين جليسرول ليه واحد في الفوسفاتيديك أسد واحد في الجليسرول اتنين فاتي أسد ليه اتنين فاتي أسد لأنه اتنين فاتي أسد مسكين في الفوسفاتيديك أسد واحد فوسفيت لأنه هو ده يا دكتور اللي موجود مع الفوسفاتيديك أسد إكسلانت 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 لو أنت جدتها صح لو ما جدتها صح في لسه محاولة جاية قريبة وسؤال بفلوس كمان إزاي هديك الفلوس مش عارب بس هو بفلوس كويس قال لك يا دكتور خدنا الفوسفاتيديك أسد عبارة عن فوسفاتيديك أسد وجليسرول هناخد بقى حاجة اسمها ضاي فوسفاتيديك أسد ضاي فوسفاتيديك أسد ماسك معهم جليسرول في النص وهسألك السؤال المعتاد عندي كم جليسرول في المركب ده؟ عندي كم فتي أسد في المركب ده؟ عندي كم فتي أسد في المركب ده؟ عندي كم فوسفيت في المركب ده؟ وعندي خلص أظن كده خلص خلصنا يبقى كم جليسرول؟ كم فتي أسد؟ كم فوسفيت؟ بس خلاص مفيش حاجة تاني كويس نقولها قال لك يا دكتور بالراحة هرسم فوسفيتك أسد هنا طبعا انت لا حاولت الجاوبة مع نفسك جاوبة بس انا هشرحها بقى كويس قال لك فاتي أسد في رقم واحد فاتي أسد في رقم اثنين وبعد كده فوسفيت ماسك معاها في النص الجليسرول كويس كامل بعد كده ايه يا دكتور امسح هنا كده كويس نمسح ده كده يلا يا دكتور كامل بعد كده ايه قال لك الدكتور جليسرول ماسك فاتي أسد في رقم واحد فاتي أسد في رقم اثنين وفوسفيت تاني يبقى ده فوسفيتك أسد جليسرول فوسفيتك أسد وجليسرول في فوسفيتك أسد ماسك في النص مع مين مع جليسرول يلا بقى قولي في كام جليسرول ايوة تلاتة جليسرول ادي واحد ادي اثنين ادي تلاتة يبقى تلاتة جليسرول طب فيه كام فاتي أسد واحد اثنين تلاتة اربعة أربعة فتية أسد طب فيه كان فوسفيت واحد اتنين يبقى اتنين فوسفيت اكسلنت 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 أنا مبسوط منكم جدا لو انتم حلتوها صح لو ما حلتواش صح يبقى في مشكلة ممكن نتجحها في بداية حصة يوم الأربع إذا ربنا قدرنا وشرحناها موجود في الانر ميتو كوندري الممبرين ناخد بقى حاجة اسمها بلازمالوجين عايزك تسلت ظهرك وتركز معي بلازمالوجين فيه حتة صعبة كده لطيفة هنشرحها تبقى سهلة ان شاء الله سهلة علينا كلنا قال لك يا دكتور مما يتكون البلازمالوجين قال لك يا دكتور مبدعيا في الكربون رقم واحد مش موجود فاتي أسد موجود ايه موجود ألكوحول يبقى الرطة دي هل تبقى إيه ستربوند قال لك مستحيل لأن احنا اتفقنا ألكوحول وأسد يديني إستر لكن ده ألكوحول وألكوحول يبقى هيديني إستر هيديني إيه ثربوند كويس يبقى يا دكتور الكتاب بدأ يشرح بلازمالوجين فبيقول لك يا دكتور ده فيه ألكوحول في الكربون رقم واحد لأ يبقى الرطة دي نحة إيه ثربوند وفيه أنسة ينفة يقاسل في الكربون رقم اتنين يبقى الرطة دي نحة إيه إستر عادية وفيه فوسفيت في رقم ثلاثة وأنت بتشرح يا دكتور أنا بشرح عائلة الفوسفليبت بشرح عائلات وأفراد الأفراد بقولها لك فرد فرد تركيبه إيه وإسمه إيه فخدنا فوسفاديديك أسد انت عارف تركيبه خدنا فوسفاديديك أسد سهل هنحطه كلين على الفوسفاديديك أسد فوسفاديديك أسد هنحطه إيثالولامين على الفوسفاديديك أسد فوسفاديديك أسد هنحطه إنيستول على الفوسفاديديك أسد دلوقتي أنا بأخذ حاجة اسمها بلازمالوجين البلازمالوجين بدل ما يكون في الكربون رقم واحد كيه لكن ستورينفادي أسيد sinn assessment هو ماذا أيضا لا ستُقل لك افرق ايه? عن الليسسين والسيفالين. يلا قلني انتا. يفرق ايه عن الليسسين والسيفالين? قال لك والله يا دكتور الليسسين عبارة عن هنا فتيأسد. هنا فتيأسد. هنا فوسفيت. هنا كولين. طب السيفالين قال لك هنا فتيأسد. هنا فتيأسد. هنا فوسفيت. هنا اتلولاميد. طب البلازمالوجين قال لك لا خلاص احنا بطلناها. هنا الكحول. هنا انساتريفة دي اسد عادي هنا فوسفيت هنا كولين او اتانونامي. كويس جدا 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 يلا يا دكتور كمل. قالك يا دكتور البلازملوجين موجود في النيرواس تيشو. وموجود في النيرواس تيشو. وموجود في الكارديوفاسكولر سيستن. النيرفاس يعني المخ العصاب. والكارديوفاسكولر قالك القلب والاعيات الدموية. الاتنين دول موجودين فيهم. طب لو حصل مشاكل في البلازملوجين او نقص. قالك بسبب مرض شهير جدا اسمه الزهايمر. عارفين آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ عائلات وأفراد الجليسرو وفسفوليبد نرجع كده تاني الجليسرو وفسفوليبد إحنا مناخد مين قالت أول واحد فوسفاتيتك أسد ستريد فدي أسد في واحد أنسا تريد فدي أسد في اثنين وفسفيت في تلاتة وعبارة عن فوسفاتيتك أسد اعبارة عن ضيء يعني اثنين فدي أسد ومعهم فوسفيت كويس لو مسك معاي حاجة هيطلع فرض جديد فلو مسك معا كولين هيبقى فوسفاتيتك كولين لو طلع معاه لو مسك معاه إثالونامين هيبقى اسمه فوسفاديضايل إثالونامين اللي اسمه سيفالان ولو معاه فوسفاديضايل سيرين هيبقى يا دكتور لو معاه سيرين هيبقى اسمه فوسفاديضايل سيرين وآخر حاجة لو معاه إنوسيتول هيبقى اسمه فوسفاديضايل إنوسيتول طبعا أنا عايزة أعلي بقى على الفوسفاديضايل إنوسيتول أنا عايزة أخليه فوسفاديضايل إنوسيتول أربعة وخمسة باي فوسفيت كويس قال لك يا دكتور هيبقى اسمه ليبوستول هيبقى اسمه ليبوستول طب يلا يا دكتور اشرح بقى معايا قال لك قال لك فوسفاتيضايل انوسيتول اهي هيبقى يا دكتور بي اي بي تو فوسفاتيضايل اربعة وخمسة بي سوسفيت عبارة عن فوسفاتيضايل ومعه انوسيتول ومعه فوسفيت في رقم اربعة ورقم خمسة كويس اخر حاجة بعد خلاص فوسفاتيضايل خدناها فوسفاتيضايل جيليسرول. عبارة عن فوسفاتيديك اسد و? windy. آخر حاجة فوسفاتيديك اسد معا فوسفاتيديك أسد مع جليسرول وبنقول عليه داج أو ضاي فوسفاتي ضاي الجليسرول آخر حاجة بلازمالوجين بلازمالوجين عبارة عن إيه بلازمالوجين؟ الكوحول في رقم واحد أنساتوريتري أسد في رقم اثنين فوسفيت في رقم ثلاثة مماسك مع الفوسفيت يا إما كولين يا إما كولين وده نقص بيعمل مرض اسمه الزهايمر قالك بقى هيدروليسز ويبقى الحصة الميني الصغيرة دي تكسير الجليسرول عبارة عن إيه قالك يا دكتور يا هكسر هنا يا هكسر هنا يا هكسر هنا صح ولا لا تاني كده لو أنا عايزة كسر الفوسفوليبت وعندي إنزيمات المفروضة أن هي تكسرها هتكسر ما بين الجليسرول والفاتي أسد رقم واحد يا إما هتكسر ما بين الجليسرول والفاتي أسد رقم اثنين يا إما هتكسر ما بين الجليسرول الفوسفيت يا اما بابري الفوسفيت واللي بعديها اشتا اشتا يا دكتور تعال نشوف قالك يا دكتور اهو واللي بعديها قالك يا دكتور اللي بيكسر في رقم واحد اسمه فوسفولايبيز اي وان يبقى اللي بيكسر في موضع رقم واحد اسمه فوسفولايبيز اي وان طب واللي بيكسر في موضع رقم اتنين قالك اسمه فوسفولايبيز اي تو اسمه فوسفولايبيز اي تو طب اللي بيكسر في الموضع رقم تلاتة اسمه فوسفولايبيز سي كويس اسمه فوسفولايبيز سي. قال لك ماشي يا دكتور. كمل. واللي بيكسر في الموضع اللي بعد الفوسفيت. قال لك اسمه فوسفولايبيز دي. اسمه فوسفولايبيز دي. كويس يا دكتور. المعلومة دي مهمة جدا. يبقى يلا ده اسمه اي وان. ده اسمه اي تو. ده اسمه سي. اللي قبل الفوسفيت سي. اللي بعد الفوسفيت دي. يبقى يلا يا دكتور اي وان اي تو. في الموضوع رقم تلاتة سي. في الموضوع رقم تلاتة. بس بعد الفوسفيت هيبقى دي. ليه بقى انت عايز تتعرف على حاجات دي? لان اللي هي استخدامات عن طرف الملحة كتير جدا. واول استخدام السنيك فينوم. يلا بقى استدهرك واسمع معلومة شيقة. بيقول لك الدكتور ليه سم التعبين بموت. احد انواع سموم التعبين المنتشر جدا في مصر والوطن العربي. السموم اللي بتكسر الاربيسيز. السموم اللي بتكسر الاربيسيز. اللي هي اي يا دكتور خلالة كراءات الدم الحمراء. طيب يلا دكتور بالراحة. السنيك فينوم اللي هو ايه? سم التعبين بيعمل يكسر الاربيسيز ازاي? قال لك يا دكتور سم التعبين بيحتوي على انزيم اسمه فوسفولايبيز. ايه تو? من اسمه فوسفولايبيز. يبقى بيكسر ايه? الفوسفولايبيز. فوسفولايبيز بيكسر ايه? الفوسفولايبيز. الفوسفولايبيز اللي موجود على سطح الاربيسيز. ما احنا اتفقنا دكتور ان السلممبرين او غشاء أي خلية عبارة عن Phospholipid Bilayer اسمه إيه? Phospholipid Bilayer السؤال بقى لو أنا كسرت بالPhospholipase A2 هيكسر في أنهي موضوع قال لك في الموضوع رقم 2 طب لو أنا ما كسر في الموضوع رقم 2 قال لك الدكتور سيم التعباني يخش على الأربيسيس يكسر في الموضوع رقم 2 ويفضل يكسر 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 لحد ما يحصل يعني إيه قال لك تكسير كرات الدم الحامل فتكسر ويتفرقع بقى كرات الدم من فرقعها هي قال لك وتفرقع ده السم بيكتفل كده لا ده كمان بيكمل يخش على الأربيسيس اللي بعديها ويخليها تفرقع والأربيسيس اللي بعديها ويخليها تفرقع فيبدأ يحصل تكسير لكرات الدم الحامل ووفاها في ساعتها يبقى يلا سم التعبان بيشتغل إزاي أحد أنواع سمه التعبان بيحتوي على Phospholipase A2 اللي بيكسر في موضوع رقم 2 فيكسر كرات الدم الحامرة ويعمل ده يؤدي إلى الوفاة طبعا طب يا دكتور نعالجه إزاي عشان بيبقى سؤال بديه جدا وبيجي لك في الامتحان وقال إنسي كيوت ويبقى شعب تجاوبه هتعالج السم التعبان إزاي أيوة الترياق يا دكتور يعني أنا هتعالج السم التوكسن بالأنتي توكسن أيوة ومن بديهية الإجابة أنت ما بتعرفش تختارها أو ما بتعرفش تكتبها لو جالك في الأورالشيد يبقى يلا أنت بتعالج التوكسن بإيه بالأنتي توكسن يعني إيه بتعالج التوكسن بالأنتي توكسن قال لك يا دكتور بتعالج السم اللي هو السم بالترياق اللي هو أنتي توكسن بيعمل إيه قال لك يا دكتور بيلغي وظيفة الفصولة بزئته فبالتالي بيحافظ على الخلية بيحافظ على الخلية من انها تتكسر او الاربيسيز من انها تتكسر انا مفروض يا دولاد ان انا كنت اقديبكم فانكشن اوفيس فوليبيت في محاضرة النهاردة انا عين جدا انت واضح حتى في صوتي ان انا عين فانا هكتفن بمحاضرة ميني صغيرة ديت بس اتمنى بس تلحقوا تذكروها علشان والله معتمد عليها كل شرح حصة بكرة بتاعت الجلس اوفيس فوليبيت تدعولي ان شاء الله بالشفاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته